هذه منطقة المعابر المحطة الأولى صوب وادي حجر والمنطقة الغربية بساحل حضرموت وهي أيضا آخر مكان تمكننا من الوصول إليه لتعطينا تصورا أوليا عن حجم الكارثة التي حلت بوادي حجر فمنسوب مياه السيول التي تدفقت بفعل المنخفض المداري خلال الأيام الماضية كان قد تجاوز حاجز الـ 12 متر السيول مفجعة وسيول لم نعهدها من سابق يعني جاءت السيول في 96 لم تكن مثل هذه كانت السيول أقل من هذا هذا تأثرت بشكل فضيع على الأشجار النخيل أكثر من ثلاثة ألف نخلة حتى بمواشية، قلايا نوب، طرقات فرعية في المناطق مثل كنينة، يوان، روبا أنهتها مشاريع المياه بدريت حجر الآن قابلة على كارثة بيئية الآن مشاريع المياه كلها انتهت جرفوا مياه السيول للطريق المعبد الوحيد دفع بهذا الشاب لاستخدام دراجته النارية في عمليات إخلاء الحالات التي تحتاج إلى الرعاية الطبية العاجلة ونقلها على ظهر دراجته لمسافات ليست بالقصيرة وصولا لأقرب منطقة يمكن للمركبات أن تصل إليها سيول هذا صادفة المراب عندنا في قطب الجسر وجزعناهم مشي وحامل في كنابل حتى جزعناهم السيل صعبت المريض والأعوان حق المريض عن المرافقين لقريب ميفع برضو هذا المحل الذي بعد المعابر مقطوب نفس الطريقة مكبوس طين والخطب مبند ودناهم لهون تنقل سيارات للمكلمة هنا المعظر يعني صعب القرويون من سكان الجبال أو البدو الرحلي كما يعرفون محليا قد يكونهم أكثر الأشخاص الذين تضرروا بفعل هذه الأمطار فهم يعيشون دون منازل وفقد أحدهم نحو ثلاثين رأسا من الماشية والأغنام جرفت هاميه السيول المتدفقة هي كل ما كان يمتلكه في هذه الدنيا نحن بدو ثلاثة يامنا أمطار ما نحصل حتى القوت لكن محصورين ما نقدر لعنار حتى صعب علينا دمينا عيشتنا على تمر على تمر عيشتنا قراطيس سادة بيجي من الخيرات سحادة الخير سحادة يقول قرطاس سحادة يتوحش السلطات المحلية تعمل جاهدة على إعادة فتح الطرق الأمامية لكن هذا ليس بالحي ويتطلب الكثير من الوقت وحتى تحقيق ذلك تبقى أبرز التحديات القائمة في الوصول إلى أهالي المناطق والقرى البعيدة داخل الوادي الذين لا يعرف مصيرهم حتى هذه اللحظة محمد اليزيدي لقناة بلقيس المكلاء